الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت اللبناني وذكريات أليمة بيحملها كل عربي في المنطقة من جراء ما جرى في كبنان منذ عام تحديدا النهاردة اللبنانيون بيتذكروا مش بيحتفلوا بهذه الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها برياء ومصابين ويأودت بما تبقى من الاقتصاد اللبناني بمظاهرات عارمة مظاهرات اكتست بها الشوارع اللبنانية خاصة في بيروت وتم حصار مبنى مجلس النواب وحاول المتظاهرون اقتحام مجلس النواب وأيضا مظاهرات بتعم وسط المدينة في لبنان كما نرى في الصورة مظاهرات غاضبة وحاشدة والجميع في صوت واحد بيطالب السلطة الحاكمة في لبنان بان تتقل لها في لبنان وان تعلي من مصالح الدولة اللبنانية عن مدنها من مصالح حزبية ضيقة ومصالح جهوية ضيقة بنرى انه الصورة اكتر اتساعا في جنوب لبنان مجموعة من الهجمات على الاراضي المحتلة مما ادى الى قيام دولة اسرائيل بتحذير المؤسسات الدولية وقوات حفظ السلام الدولية بانها ربما تدفع اسرائيل لاكتياح جنوب لبنان اتساءل بعيدا عن المزايدات الوضع المهترق في لبنان الدولة وفي لبنان الشعب وفي لبنان الاقتصاد هل هو الوقت الملائم لكي يكون هناك مناورات او تحذيرات من جنوب لبنان من حزب الله الى اسرائيل ماذا يريد حزب الله في هذا التوقيت من جراء محاولاته استفزاز دولة اسرائيل اسرائيل دولة محتلة لا خلافة على ذلك دولة تحتاج وتستحق ان يتوجه اليها كل المقاومة في كل الدولة العربية حتى تحرير الارض لكن انا بسأل هل ما تقوم به قوات حزب الله في جنوب لبنان هل هي تمثل محاولة كفاحية ونضالية وتحررية اما انها مزايدات في هذا التوقيت تمثل انتحار للبنان ما يجري الان في الجنوب اللبناني هو محاولة ليه من شق الصف اصلا ما فيش صف في لبنان خلينا اقول وبتكلم بصيغة عروبية ولا يمت كلامي بصلة الى التدخل في شؤون دولة عربية اخرى لكن ما يجري في لبنان انه لبنان دلوقتي اصبحت دولة من الناحية السياسية مجمدة لا حكومة لا يمكن ان ينجح الوضع وتحرك الوضع السياسي في لبنان بنفس التركيبة السياسية الموجودة حزب الله بيؤثر بيتأثر بيتحكم ايران بتتحكم في حزب الله فبالتالي كل حكومة وكل اسم رئيس حكومة من فشل الى فشل ورئيس الدولة بيتحدث والقوى السياسية بتتحدث والجميع يخون الجميع والجميع يتحدث عن حب لبنان لكن لا احد يعمل لمصلحة لبنان النهاردة على نوسع الدائرة ايضا اكتر في الفرنسا دعت الى مؤتمر دولي للوقوف بجوار لبنان لمساعدة لبنان لتنظيم وتنصيق عملية المنح والمساندات والمساعدات الاقتصادي لبنان من خلال مؤتمر المنحين اللي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون واحنا عارفين ان فرنسا لها ولاية ولها كلمة في لبنان رئيس فرنسا قال انه لا شيكات على بياض للقائمين على الحكم في لبنان الان